عادل لا انا هنتك في الموضوع اه لا انا نايمان جدا دلوقتي يعني بكرة الصبح ان شاء الله بقى اكون صحيح تكلميني في اي موضوع موضوعية وانا دلوقتي نايمان اصلا مبعرفش اتفاهم في اي موضوع عادل انا عايزك في الموضوع مهم جدا عايزك في بيزنس وبيزنس يعني وقت وقت يعني فلوس بيزنس تفضل يا حضرتك هتخريبي بيتي في ايه بقى المرة دي كمان بداية غير مشجعة على الاطلاق حضرتك عايزان اشجعك اعمل ايه يعني مثلا اعود اهتي فاقول رانيا واسقفلك ولا اعمل يافت مكتوب عليها مشروع رانيا انا عايز اعرف انت ليه دايما بتسفه من كلامي ومتسرع كده في احكامك حاضر تفضلي مش هسفه ولا هتسرع تفضلي ارغي 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 ال اوبن دي ال اوبن دي هو مشروع كل عصر ال اوبن دي مشروع كل عصر لكل سيدة في مصر اه ده زي القراء للجميع يعني يا كد يكون بس هي الفكرة ان ال اوبن دي مربح جدا يعني الدخل ال اوبن دي هتعدى في شهر خمس تلاف جنيه واقبوا خمس تلاف جنيه ده عايز رسمها لقد ايه يعني ازيني تلات تلاف جنيه وانا حديهم لصاحبتي تنزل تجيبلي من تركيا هدوم قد كده هوا هباها عندنا هانا تلات تلاف جنيه ايه انت تجي ان انت تلات تلاف جنيه ايه يا هاني من اللي انت طلبهم مني ده رقم تطلبيه مني بصي مفيش فلوس يعني ايه مفيش فلوس هاي يعني ايه مفيش فلوس يعني انا من حقيقة احلمي وطموحاتي مش كفاية ان انا قعدلك في البيت مباشتغلش اصلا انا اصلا ما بحبش عندي ست تكون بتشتغل يا سلات طب ما اختك بتشتغل اخت دي من ستات اصلا يعني وبعدين اخت بتشتغل عشان مطلقة لما ان شاء الله تبقي مطلقة هسمحلك انك انت تشتغل يو بقى دي مش طريق تعيش على فكرة بقى انا ازهق انت زوج اروستوكراطي معاصر اروستوكراطي وكمان بتشتميني باليوناني ايه يا ولات في ايه تصلوا ليه اتفضل يا ماما الهانم عايزة ثلاث تلاف جنيه قال ايه عشان تعمل مشروع اوبن بوفي باين بطلوا باحدة بقى اسمه الاوبن دي اهدى يا عادل اهدى يا حبيبي بنتفاهم مفيش تفاهم مفيش مشاريع تتعمل ومش مطلع ولا مليف يعني ايه مش بتطلع ولا مليف يعني انت عايزني انسى طبوحاتي واملي معليش يا راني يا معليشي انا ماما انا حتصرف تتصرفي بقى يا ماما ماما مع دايزنك يا ماما الموضوع ده ما يتفتحش تاني موضوع الاوبن دي ده لان ما بقى اخليك دي بس 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 يا حبيبتي قطعتي قانبي لا لا جرحني جرحني عادل جرحني معليش يا حبيبتي معليش ما قلتش اتوقع مني اني عملي بالخسونة والتهور ده كله قطيع تقطع الرجالة كلهم كده اسألين انا الرجالة ايه ده يا ماما بتنمو ع الرجالة ومن غيري لا والله لسه بدقين طب يلا يا ماما قوليه بسرعة ها بتنمو في سريك مين ابني حبيبي عادل يا تا عادل واسنين عادل عمى ايه المنايل ده تاني كل صاحباتي عامين اوبن دايز وكسبانين جدا ومبسوطين ليه وليه انا كمان عايز اشتغل شبكة علاقاتي بسيدات المجتمع الراقي وسيدات الصارونات المزهب الفاتنات هم دول اللي هيخلوني اعرف اعمل اوبن دايز واكسب ونغنكو وننتقل الى مرحلة جديدة ايه 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 واوليك يا راني ايه المشروع ده يتكلف كامل ثلاث تلاف جنيه وحنجيب اللبس كله من تركيا وإحنا ممكن نبدأ بداية بسيطة يعني تركيا 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 ماما أيوة اللبس ده لو تجيب من الوكالة يكلف كم؟ آآ بيمشاره تلتمين جنيه تلتمين جنيه تلتمين جنيه خلاص يا ماما نجيبه ونضرب مركات آآ ونكو نكيس وكل شيء بقى كويس آآ نكيس الزبور التجارة شطارة والشطرة تغزل برجل حمار وديني في الطلماني أنا الناس أنا الناس أنا الناس آآ يا بيكي أيوة طبعا بوكر الأوبن دي بتاعي أيوة يا بنتي أيوة آآ لأ ما جبتش من هنا لأ طبعا أنا رحت سفرت رحت رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان آآ أصدقاء هتقول إنها راحت ميدان لبنان ميدان لبنان وسوق غزة وجابت الإكسسورات من أرض اللوة حادي بليز ما تخشيش أسرار الشغل بتاعتي قصدك أسرار النصب يعني انتو فاكرين لحد أشتري منكم الهلايل دي بس آآ يا حبابتي آآ لأ بصي لا أنا هقولك أنا جبت الجينز وجبت شوفونار وجبلان آآ وجابت عادة الكلب وجابت دمور وقم بلافتح آآ آآ يا بيكي بليز ما تنسيش تجي بكرة أوكي يا الله حبابتي باي 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 رايا بطلوا النصب اللي انتو بتعملو ده هو في حد بي شتري الزبلة اللي انتو شايرينها دي أصلاً ان شاء الله ربنا هيكرمنا إن paradigmatic اي كراب بنتو بيقونت وعفة على العربية الكبدة طب خلي بالك بقى عشان الطحينا خلصت يا جماعة احنا نسينا نحط البرايس ليست بتات الحاجات اللي حتتشرب البرايس ليست؟ بص يا حماتي انا رأيي ان كنتي طواري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي لي مشروع تاني بتاع الاكل يعني مثلا ممكن تجيبي قد عشر ترغيفة عيش فينو مع ربع لانشون مع ربع باستيرما عشان بقى تكسابي اكتر يعني ولا يهمك يا ماجي تموينك علي انا وزا كنت تحب موميرفت تخش معاك بالنص انا مستعدة اكلمها لك انا من رأيي يا اخوانا بلاشوا موميرفت لان موميرفت مسلا ممكن تخنصر من السكر وتدي الجزهة عشان يبيعوا في القهوة ماشي عادي ماشي بكرة حتزرف الدموع لما تلاقي الفلوس بتجري ورانا يا سلام فلوس بتجري وراكو بتلعب معاكو السغمية واستخبى الفلوس في الخاسنة وانتو تخطوا دور عليها وطولوا فين كنو منص ايوة 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 اتبطر كده عالنعمة لغات ما تزل منوشها هي فين النعمة يا ماما انت لسه بيعتوا حاجة اهلا وسهلا الفضال ونورتوا الفضالي حبيبتي ذوقي 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 عصير 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 عندي شبيمون عندي عيش عندي عصير عندي بطادس عصير 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 ده مية وعشرين جنيه ازاي انت عايز تغديب مية قديني عقلك يعني هو مكسبه اساسا عشرة جنيه بس عايزاني اخسر؟ يعني انفعك ان انا اخسر هتستفدي ايه لما انا اخسر بصي كويس كده على الماتيريال بصي بصي اوكي هاتسي كلو 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 عصير 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 وده بقى نفس السيد مستان ملكة البرتوغال السابقة لانكشار افرادات اللي بسيته في حنة ابنها الصغير جورج على فكرة بكريتش راضي انها هتجوزه البتة دي كت عايزة تدي لبنت خالو اللي هي كونتيسة سورية عبدالربو مش ممكن ده ده هاية هي كانت مسكة انا ولاية كانت مسكة ولاية الكيت كات اوه ده شنيه فالس انا اشتريته خلاه ده بخبزو ميت جنيه اوكي شيبس 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 عصير عصير شاي بشري شاي فتلنا شاي مخرز ادفع كتير تكسك قليل مين عايز بسكوت مين عايز عصير مين عايز شيب مين عايز شاي مين عايز عصير مين عايز عصير بصي بقى دي بيزومة المالكة فرفورة اللي جابت البسحة في موضة نومها واو فانتاستيك اه دي اما كانت قاعدة بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارج اوه فاركورة وحضرتي كمان الفارشة اللي هنا دي هتلاقي البنطلون الستريتش اللي كانت بتلبسه الأميرة نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خليتها اللي هو الأمير رومي الخامس اوه انا شو سمعت الاسم ده بي كده اكيد طبعا سمعتي في اي سوبر ماركت نيستو رومي مين عادي لو سمعت ما فغزيش الشغل بتاعي معايا جيبنا نيستو معايا جيبنا رومي معايا بطير معايا كل حاجات الله الله يا مدام الله بداستمك محصلش بداستمك محصلش يا انا اف افه على جماله بصي ماسك بالزبط يا انا ربي اتحكم منك حدة بس من الشايفاء ديق نمرة هو ديق نمرة فعلا لو حضراتك هتلبسيه في تماغك يعني حضرتك مين لا مفيش حضرتك ده انا معادي انا هو في الشارع بالصدفة يعني هو ده مش شارع عادل سعيد ولا ايه؟ معانا غطيخ معانا كوسة معانا قارع معانا بسكوت لا يا سنتي متشاكلي معاكيش في سيخ انا هتخش يا رايح شوية بقى أه table مش تقولوا ان انتوا حولتوا الاوضة دي لبروفا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنتي أنا ليا مع حضرتك فلوس قد إيه؟ تلات تلف جنيه يا حبابتي أوه نو بس أرجوك يا رانيا ما تتخضيش ما تغضبيش ما تزعليش هنعمل إيه؟ النهاردة اشتغلنا ساعتين بس وبقي اليوم قدناه في الجرد يا يا جماعة أنا جعل أنا جعل سيبوكوا بقى من عد الفلوس والكلام الفارغ ده ما حدش حتظل عشاء ولا إيه؟ إيه دي ده إيه دي ده عشاء إزاي لا يمكن اسمع لا لا رانيا بليز حبيبتي قومي يعمليلو لقماتوس عشان يكل لقماتوس إيه؟ وأنا بتاع لقماتوس أنا عايز أكل رز عايز أكل خضار عايز أكل لغواصة ولحمة وسلطة ونخلى البلدي أنت متأكد إن هو ده طلبك بس؟ آه هو ده طالب هو ده يعتبر بس؟ أيوة يعني هيجيله بكم يعني؟ آه ما معرفش هو إيه اللي يجيله بكم؟ أنتي من فضلك يدي له 100 جنيه علشان يخلصنا من الموضوع ده ويبطل يوجع دماغنا لا أفضل يا سلاة ميت جنيه أعمل بيها إيه أحطها في نصف غيفة أكلها حسنا نونو أعطيني الوصف بلس حسنا 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 اتفضلي شكرا يا بيبي شكرا شكرا ألو؟ ما تهم عصفورة الجنة؟ عصفورتي تيه وأنا هاكل عصفير دنبي لو جبت عش عصفير أيوة صوصف وبطني وخلاص مش هاشبع شكرا ألو بليز حبيبتي منصير ربناي خليكي من فضلك عايز أربع زوج حمام شق لبزاق وأربع جوز حمام زاجل من فضلك هتيلي شورمة فراخ باللحمة شورمة فلاخ يا سلامي يا فاضل بقى حبة حبة يا ماما ألاقيك وقفة عند مكنة إكسبريسو وأنا أكل إيه أكل إيه أكل بقولك أطلبيلي فاخدتين متابلين بالتومة فاخدتين بالتومة مرضو الواطي هيفضل واطي تموت انت بقى في الحلويات وفي الكرشة وفي الفشة والحاجات دي بابي أطلبيلي من فضلك واحد لانغوست ما شوي مع سوس دي برغ لانغوست ما شوي؟ لانغوست بسوس دي برغ بكم بألف جنيه بباس؟ سيزور طوال يعني كام الف وخمس ومي أوكي حبيبتي بلز ما تتأخرش تانكيو بابي باي باي مرسي يا قلبي اوه ويز ماي بليجر إذا انتوا طلبتوا الأكل وما طلبتوش حلو انا متعودة مايكل لازم أحل فين الحلو اجيبلك التليفون مايديا لا حيتي مسيح أكلام بالموبايل بتاعي اوه غايت شو؟ الو هاي محلات الحلو يا حبي الحلو واني سحيبع محمد الحل اقا يبعتنا هنا يا خفيفة كيف عشان واحد بقى ايه مايتقلش حبيبتي من فضلك لا كل اللي عندكو كل ده هنأكلو يا حبيبتي لو مش أكلناهوش انا حبيعه وحكزب منه فلوسات كتير تبيعي ايه وتكسبي ايه وتقسموا ايه ايه يا جماعة الطلبات اللي انتوا طلبينها دي طلبات مبالغ فيها جدا مفروض ان انا اللي ادفع يعني دي حاجات كتيرة قوي فعد الحبيبي قلبي ما تقلقش نفسك ما حدش طلب منك تدفع احنا هندفع اه تدفعوا ايه انا راجل البيت انا المفروض ادفع هو انت معك فلوس؟ اه لا خلوس يبقى سيبنا احنا نعمل التصرفات دي مناش دعوا بيك اه تصرفاتي يعني ما هو ما هو مفروضاً الراجل البيت هو اللي بيدفع وانتوا ما ينفعش هدفع اه بي 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 يعني انت لو جي الاكل مش هتاكل اه ها انت هتاعمل فيها سبع رجالة ببعض هو اكله وبحلاه ما تدفع وخلاص اه يا دولة خد امس شدودش التعمية ده انت مكالتش من الصبح اه والله يا رامسي انا مكالتش تعلم بكام السندودش ده يا عم حاجة عبيتة خلي ايه اللي خلي انت هتبقشش عليها تصرف عليها هدو ولا ايه ايه دولة واحد يا عم واحد يا عم لا 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 اهو كل واحد يعمل فيها نزيه النهاردة ولا ايه خلاص يا عمنا بص شدودش التعمية ب13 جنو ونص حرامي وغبي فيه سندودش تعمية ب13 جنو ونص يا عم تفساها بل ايه دولة مالك يا عم مالك كده اوزة يعني دلوقتي انا اسرقك برضو زعلان برضو اعزمك برضك برضو زعلان لا تب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي فين بقى يا دولة فين ايام زمان كده هو اندولة لما كان يقول لي ايه تقال يا رامسي اقول له ايه طفلك يا دولة تزعقلي ما زعلش تضربني ما زعلش تكسرت يا رامسي تكسرت اه اكيد وقعت من عرفة كاني وقعت من عرفة ركنت عرفة يا رامسي ما بقاش ليه كلمة في البيت تب ايه اللي زعلة دولة تب اهو انا عندك اهوان في عمري ما كان ليه كلمة في اي حتة في الدنيا ولا ليه لازمة كمان ومع ذلك انا مش واخدها بحساسية يا ابني فهم يا ابني الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقيتش قادرة احكمهم اسمع دولة انا امي لما اشترت البقرة صبوحة والعملية جلت في ايديها بقى لبن جبنة هريش وشاورمة شاورمة؟ كان بتاخد شاورمة من البقرة وهي صحي ايه يا نهاراتية وانا عمال اقول لك الزكاوة اللي عندك دي جابة من ايه من امك دولة لو سمحت بقى لو عايز تفهم اسمع لو مش عايز تفهم اسمع انا 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 قطعت حضرتك يعني وحضرتك بتنصحني انا اسف اتفضل حضرتك سمعني انا بقى ابويا ايه كان تجر كابريت قد الدنيا انا بقى عمي حالا اساس ان انا ما عرفش مين يعني كان ايه عنده مصنع كابريت ولا ايه لا يا دولة كان عنده بقى قرصتين كابريت واقف بيهم كده بس ايه القرصة فيها اتناشر علبة كابريت ما شاء الله ده انت غاني بقى وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالصروة بتاعت ابوك بالكابريت طول الوقت بتلعب ما انت ابنه البكري لا بقى انا بقى يا دولة كنت بقى قوم شراطة عودي الكابريت كده وانا قوم رميه في ودن البقرة صبوحة اه عشان تستوي تنزل الشاور منستوية امك تقطع منها وتبيع للشراب المنحرف في القرية صح؟ دولة لو سمحت عايز تستفيد مني اسمع انا انا ااسف انا ااسف بقى قطح حضرتك تنى ااسف اتفضل قول انا بقى ابويا بقى لما لقى ان ام اختنت وكده هو يعني ايه ماسكيتش وقرر يحريبها فقام اشترالها بقى ام اشترالها بقرة طبعا لا يا دولة اشترالها سم وقام مسمم لها البقرة بتاعتها ورجعوا بقى الاتنين فقرة تاني وانا تلطنت بقى وجيت لك ينهوف اه يعني انت عايزنا تستفيد من الرواية بتاعتك دي كلها ان انا اسمي لهم الفساتين يعني يا دولة مش لازمة يعني تسمي لهم يعني انت ممكن تشتري لهم سكينة سكينة بص برغم غباءك طبعا اللي انت اكيد متأكد منه يعني وبرغم كل اللي انت بتقوله بس انا ممكن استفيد بحاجة ان لا يفل البقرة الا الجموسة 1 1 2 2 1 2 لا انا مش اسلوب ده يا عادل وقالنا بقى هو ده الاسلوب والبطاعة موجودة وعلى قدنا هو يلا يا سبعين متنين ونص تعال ابص متنين ونص تعال ابص اي مشروب اي مشروب بخمسة وثلاثين قرشة ولا استغلال الستات ولا الكافياتة انت انت يا جربعات انت تعال هنا بص بقى انت تاخد العسيل بتاعي بخمسين قرش وانت بيقه بخمسة وثلاثين قرش والرخيص ثمن هو فيه ولنها جهة بتقول هل بتقول باتنين ونص آه وبتنين ونص بتنين و buzz وخلها تخرب يلا يا مدام يلا يا هانم يلا يا مدام فستان الهام يلا يا بيه بطل النمئ ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب قربوا اي يا الشباب علي ا환 advisors فارشة دولة أسعرها مش معقولة باضي حريمي بثلاثة ونص قرب يا مادام قرب يا أستاذ قرب يا بيه معانا صبورة إنما إيه سل الأمورة معانا صبورة تفضل يا مادام تفضل إيه دا؟ دي كم دي؟ عشان خطك بخمشر جنيه عشان خطر عيول حضريتك بس لأ أنا لسه شايفها عند أبو دولة باثناشر بقى تعالي 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 دقي دي شيطة وزيبة وبتاعة غسلة واحدة اللي عندي دولة لا 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 بتاعة غسلة واحدة ما نالبس منها هول وبتتغسل كل يوم بالمرتين وبالثلاثة ولا بتبوز ولا أي حاجة ونتينوينوينووينوز على عادل عادل ده مش وصنوباية عادل للبيع و الشرقيا عليما ده ده مش ولشرف المهند يا عادل يا عادل يا عادل يا عادل يا واطي هل verte فقدو ولا آه يا واطي لأ 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 اتجارة شطارة ولي حسني كسني ولي حسني كسني 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 دعال اقرب اقرب يا مدام قربوا يا اخواننا طلع يهد البضاعة هاي يا مهد طلع هلا قرب يا تيزة البضاعة الترابيزة قول لك يا أستاذنا خلاصين ديك خلاصين لأطفال من عندك هلا عليا يا دولة الرئيس دولة يا رئيس دولة هلا حما الرئيس عملين بكامل نهاردة هلا كله على بعض بأربع تلاف أربع تلاف أربع تلاف أيوا يا رئيس صدريهم يا دولة عشان ما نتحسبش يا رئيس يا أنتي عمين بكامل نهاردة يا أنتي ملتين جنيه وإحنا عمليم في البوفي كاما وادة فتلة تلت ومية جنيه اشتر عشي وإنتي عملت كام يا خيبتها خمسة وعشرين قرش خمسة وعشرين قرش ليه واحد تعبط كوباية مية ولا ايه عموماً اللي يكسب من بنت عمه ويتجاوز بنت خلطة عشان تتردعوا شوي أنا ممكن أخد منكم البضاعة كلها ويعنا أراضيكم بإرشان إحنا حنحافظ على الفرشة دي لحد آخر الشراب في البضاعة الله هو أكبر إيه الروح القتالية دي أهلا اللي أنا شايفها إنت بتحرق أسعار يا عادل الرئيس دولة إيه وا إنت يا ما حرقتوا دمي أحرق لكم شوية أسعار وبتشغل الأغاني السوقية علشان تعمل دعاية لنفسك يا عادل الرئيس دولة إيه وا أنا ما دعيت عليكم الحمد لله ربنا استجاب ماشي يا عادل والبدي أصلم واللي لحصلني يكسرني بتنى هي ناس 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 تعالى بص بتنى هي ناس تعالى بص تعالى اقرب اعرب يا متغرب تعالى أدور وأقرب بجنيه ونس ويلا يا تانت همبيع بالق sever ويلا يا عامو هدشي ميزن affirmative يالة على الإمشرة صوت الدولة تنابح إياها أنا جايفك ثلاث معا هتما اتناد يا عربran بوجنيه ناس таки ناس وتعالى بس بجنه ويبس وابنستقن وابنستقنوا مخروج وابنستقنوا مخروج وابنستقنوا مضوع وابنستقنوا مخروج وابنستقنوا مخروج سماء حص حص انا مندوب الرئيس الحي وانتم محملكم محضر اشغال طريق اشغال طريق! ونصدر البضاعة ايه رأيك? وانا بقى لمب الفارش يلا وانا بقى بفكرين انت غايمين على وقت دي بس ها مش نايم على وقت دي انا صحي اوي صحي لكم اوي اوي جدا خاص تمام برضو حضرتك مجايبتنيش انا مش فاهم ازاي تاخد قرار انك تلغي رحلة من غير ما ترجعلي وتاخد رأيي قرار خدت قرار اول حاجة ان انا خدت قرار بنفسي ثانيا لان انا راجل البيت فانا الوحيد اللي بياخد قرارات وضع طبيعي يعني يا سلامي يا خيف فانت بتبتارية ولا ايه من غير ما التارية اما ده وضع طبيعي اه بتارية ماشي بتارية تصد ان انا متفاجأة دلوقتي انا في فعلا كنت بتخيل ان انت راجل متحضر ومثقف ولاقتيني ايه بقى رجل من العصر الحجري طبعا لما تاخد قرار لواحدك من غير ما ترجع ليه سيدة المنزل يبقى انت راجل ديكتا تور تور ايه بص يا راني ابطالي تنطحي في كلامك لو سمعتي انا لابنطح في كلامي يا صاحب القرارات اللي بتاخدها لوحدك اه قراراتي باخدها لوحدة زي ريموت التلفزيون ده ما هو في ايدي بحول بالتلفزيون زي ما انا عايز احول البيت كله زي ما انا عايز لان انا راجل البيت عادل على فكرة انت كده بتهرب من المواجهة يا بنتي يا حبيبتي يا نموسى انت من حقه يهرب من السجن اللي هو عايش فيه وبعده مواجهتي اللي انا باهرب منها هانم انت عارف بعه ہیں انا عرف انت لو متحدر ومثقف زي ما انت بت دعي يا رجل المنزل واجهني واجهني ايزا ما بيحصل في الدول الاوروبية المتقدمة اواجهك ايه في الدول الاوروبية بيعملوا اي�ة يعني اواجهك ان يروح فرنسا نعد日وا نتكلم يا ربي انا بابزل مجهود فاضيع ان انا اشرح له كل وقت كل الحاجة ان انا شخص مثقف طبعاً يعني في الدول الأوروبية المتقدمة يا حبيبي يعملوا انتخابات يعني بيختاروا اللي يتكلم عنهم وبالبنياب عنهم في المنزل بالانتخابات بيختاروه هو اللي ببقى مسؤول عنهم آه لا الكلام ده بيعملوه في أوروبا لأن أوروبا أساساً مفيش راجل يحكومها زيك ها بي انت فاجل نفسك سستايد ولا ايه؟ أنا عايزك تعترف بتقول كده أن انت قلقان تواف قدامي في الانتخابات ها أنا خاف ان انا قدامي يا ناريس يا بنتي أنا وثق من نفسي تماماً أنا خايف عليك أن انت لو خسرت في الانتخابات هتتصدمي لا وحيات ربنا ما تخاف يا ناريس لا خالص يا عادل خالص بس أنا عايز وقت حاجة أنت ما تخش قدامي في الانتخابات أنا حاسبت لك أن أنا أعرف أبقى صاحبة قرار في هذا المنزل المجيد لو عمل كده يبقى ديمقراطي إلا بقى إذا كان خايف ومش وثق من نفسهم لأ خايف بقول لكم ايه ما تكبروهاش في دماغي وهتخلونا عدخل الانتخابات أنت طول عمرة كبير يا حبيبي أه قول عايز معاد الانتخابات إمتا؟ أي معاد أنا ما تفرقش معايا خلاص أنا داخل الانتخابات داخل الانتخابات أوكي هنخش الانتخابات بعد ثلاث يام يا عادل ماشي بعد ثلاث يام وأحضر الحملة الدعائية بتاعتي وهتتبهدلي هتتبهدلي يا رانيا طي المعركة هتبقى هنا في البيت وكل واحد في البيت إنهو يكتب اللي هينتخبه في ورقة ونجيب أي حد يفرز الأصوات مين يفرز الأصوات إحنا عايزين طرف محير بس يا طرى مين؟ رمزي ابن عمك أهو مننا وعلينا أيوة صح يا ماما أنا هجيب رمزي هو ليفرز الأصوات وبالمرة يمسك الحملة الدعائية بتاعتي وأنا ما عنديش مانا أنت متخيلا أن أنت ممكن تكسابي يا رانيا أولي يا حبيبي بلع فخر أنا متأكدة مش متخيلا والله عشنا وشوفنا الستات ضد جوازهم في الانتخابات يا أنت هذه هي ديمقراطية اللي كل أوروبا بتعمل على هذا المنهج يا دي أوروبا يا دي أوروبا خلاص أوروبا دي القطة كالت عيالها لا والبنامت والإنصاص قامت ماشي أنا هزبتلك أن أنا رئيس مجلس إدارة البيت ده بالطريقة الأوروبية والأفريقية والأفروأسياوية كتاب حياتي يا عيال ما شفت زي الفرح فيه إه اللي انت عامله ده يا لأ؟ إه اللي انت عامله ده؟ إه اللي انت مشغاله؟ يعني زيبون بدل ما يخش اشتري يخش يا عيط يا دولة بقى الأغنية دي أنا دولة وصلت فيي أهوا يا دولة كتاب حياتي ده والأدولة ده أغنية جديدة وحلوة وأنا حاسس من هي معمولة علشاني هي إيه اللي معمولة عشانك؟ وبعدالي الأغنية دي مش جديدة الأغنية دي من قبل ما تتولد يا ابني وفين هي حياتك دي اللي عامل لها أغنية؟ على فكرة بقى دولا أنا قصة حياتي دي أم بقى تنفع فيلم آه تنفع فيلم اسمه غباء في غباء دولا إيه رأيك؟ طب ما نخليه غباء ودماء علشان يبقى فيه رعب وجنهوه وتخاف طب ما إيه رأيك نسميه دماء في البزار وأقوم شلفتك دلوقتي أنا آسف يا دول أنا آسف وفين كتاب حياتك اللي انت عملت عاية عشانه ده؟ فن الزراعة؟ الأب؟ ايه؟ كان نفسك تطلع بليلة يا لأ؟ تعال عايزة وايخ ربي تاكلمة مساحة اللي إحنا بننظف فيها الأرض بيتبوزها بالدموع بتاعتك أنا آسف يا دول أنا آسف هي أنا دولا عايزني في إيه بقى يا عام؟ شاكلك ده وني عام معاك منتج واعملها اللي مفاجئة صح يا دولا؟ انت مش محتاج منتج يا رمزي انت محتاج ملجأ يا ابن أنا عايزك في حاجة تانية خالص آه عايزني في حاجة تانية آه يبقى أكيد مثلا عايز تشترك معايا في بطولة الفيلم ماشي أفكر يا دولا أفكر تفكر في إيه بس يا عام رمزة أبازة بطولة فيلم إيه يا ابني؟ لا أنا عايزك في موضوع يخصين أنا إيه يا دولا؟ أنا رمزي داخل الانتخابات وعايزك توقف معايا طب يا دولا ما رشح نفسنا كمان يا دولا ينكن ينكن إيه؟ ترشح نفسك فين يا لو في حد عارفك غيري؟ وبعدين إيه مش انتخابات انتخابات لا دي انتخابات عائلية اللي هيفوس بيني بالرميا هوا بقى هو بقى هيبقى صاحب القرار في البيت الله يا دولا الله أنا بموت بقى في جوة الانتخابات يا دولا أه وعايزك بقى يا رمزة إنت اللي هتتولى الحملة الدعائية بتاعتي أه لا يا فرحيتك فيها يا رميا يا فرحيتك فيا وعملك بقى يا معلم زفة بقى في الشقة كده ونزفة بلدي كده ونزفة زفت اي هيري يا زفتي ولا تجوز بقولك انتخابات انت لا يعتمد عليك ابدا انتخابات يالا انتخابات زفت ايه طيب انا اعمل ايه يعني انا عايزين نعمل خطة محكمة نسيطر بيها على اصوات البيت كله يالا اه ايه رأي يا كدولة بقى احنا نعمل سط ومسلح ونقفل السنديق بتاعت الانتخابات او نرميع في النيل ياد احنا طلعين نسطع على بنك يا لا لا نسيطر على الاسوات الموجودة في البيت يعني نخلين كلهم يميلوا لي وخصوصا اصوات امها واختها الرحمة دي ايه يا دولة انت بص تعمل زي النايب بتاع بلدنا دولة تقولهم انا لا ان انا يعني لو نجحت في الانتخابات دي انا هعمل لكم عمرة عمرة والراجل النايب بتاعكو ده كان بيطلع الناس عمرة فعلا لا يا دولة كان هو بيحج لوحده وبعدين بيرجع بقى يقول لنا انا دعت لكم هناك وانا في الحجة وكتبت لكم حجة لا 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 ما ينفعش معهم الكلام ده الناس دول مكرين يا لحي طب يا دولة انت تهددهم يا دولة انك لو ما انجحتش في الانتخابات دي انا بقى هتزعل منهم وعرفهم ان ازعلك ده وحش ومش طيقهم يعني ايه 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 تفكير العصابات ده يا ابن مقتلهم احسن لا 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 ولا رمزي انت افشل مدير دعاية يمسك الانتخابات يا دولة والله العظيم انا عايز مصلحتك يا دولة انت عايز مصلحت السجون يا هلا طيب اتقولي بس هنعمل ايه بقى بص احنا نوزع هدايا نقول كلام حلو مش بالمعطوة يا لون اضربهم انت في عرصة ببقك ولا ايه الله يا دولة الله على الدماغ الكبير يا دولة ايه دي الانتخابات يا دولة ايه المهم دلوقتي عرفت هنعمل ايه بالزبط لا يا دولة بس مش ده كله المهم يعني المهم بقى قيمت الانتخابات يا دولة لا تسخنت خلاص الانتخابات كمان يومين يا لا رامزي وبعدين انت كمان اللي هتفرز الاسوات وتعلن الفايز اللي هيكون انا طبعا وكمان هفرز اسوات لا 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 ملاش ب Pik فرز الاسواات لا يا دولة يعني لا انا فُرحان يعني ما ياثك يا دولة والله انا بصراحة دولة انا باشكرك باشكرك باشكك مشept شيف شيف يعني كون لماq في الموضوع ان احنا مش لاقين حد هفرز الاسوات غيرك يا سيلي يا دولة ده أنا بقى أبو الرماميز هعمل لك شوية دعاية لوس أهم حاجة بقى في الدعاية يا رامزي انك انت تعمل شوية يوفة تزغل للعين يا لها تزغل للعين؟ آه اتطمنة دولة هعمل لك بقى على كل يفطى مراية لا فرحيتك فيها يا رامزي لا فرحيتك فيها يا جماعة يا جماعة عهد الجوزي وأنا عرفا لازم نبقى قد التحدي عشان كده لازم نعمل خطة تنفيذية رائعة عشان نكسب الانتخابات يا حبيبتي انت دلوقتي عندك مشكلتين أو بمعنى أصح عندك مستين أم القرشانة واختهم ولسان قد كده برافو عليك يا نوجا نكارتي عشان كده لو كسبنا أصواتهم أكيد حكسب الانتخابات مش هتقدري يا حبيبتي دول اندول بونيش دول حاجة بيئة حاجة عرة كده ما اعتقدش انت هتقدري ماليش يا مامي أنا هارف هتحمل وقرسها نفسي هتعمل مع ماما عشان خطر يتحمل انت كمان والعلموك أنا عندي حتة فكرة صيعة مات الودي الزفت المهابهب على العينه اللي شغال عنده في البزار الرمزي عامل مدير أعماله أنا بقى هخليه بقى مدير أعمالي ويعمل لي دعاية فجرة علشان يعرف ان الناس اللي مشغالهم دول مقرفين وبيبعوه في لحظة برافو عليك دي بقى فعلا تفكريشن في الليجين يعني مجهنمة فعلا يعني أنا هروح اكلمه بعد شوية بقى لشان اقول له وعمل لي دعاية إياي بقى حاجة فزيعة موت يعني بص يا ستي وانا كمان عشان خاطرك انتي بس هحاول أستحمل أم واخته دول حد ما تنجحي في الانتخابات وانا هعملت كل اللي انتش عاو زي اليوم يا سي وارفونا يا خديك ده انا هزبطك وتاثبيت مش قادر اقول لك انا عايمة دلوات يا روح اقعد بقى ايه اصلا أمه واخته برا فححاول بقى سبتهم وسايسهم وكده يعني بليز يا مامي هاتي تشوكليت انتي ونوجا وتعالي نسبتهم معا بعد كلنا نقعد نسبت بعض يلا اوزارة فيهم مش شوكولاتات يوم هاجروب هاكلوا حياتهم خالص بالس 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 جيتو؟ طبعا يا جماعة احنا ستات زي بعض يعني والصح ان احنا نقعد جابة بعض في الانتخابات على اساس ان احنا نمشي رأينا في البيت ويبقى رأي نسائي بحث اتفضل يا نعم شوكولاتة عمري ما بقق اجدقها في حياتك لا انتي ولا سناء ولا في الاحلامات تستاهل بقوكو اقرشين يا بنتي احنا في حلم ولا في علم لا في علم يا ماما كملي يا رانيا كمالي يا جماعة انا عندي برنامج انتخابي مبهر وتحفى والعلمكم هيحقق العدل والمساواة الفكرية النسائية الفكرية دي واحدة قريبتكم يا بنيش بنيش عقول يا حبيبتي يا انعام يعني فكرية ان كل واحد حيفكر بدمغاته لوحده ويبقى هو اللي بيختار بحريته السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ازاك يا سنسل يا حبيبتي سنسل هي وصلت الدرجة سنسل دا حنعم انتخابات كل شهر بقى وحشتوني جميعا يا قصريتي العزيزة انت كمان وحشتنا يا حبيبي تجن ايه دا كله اه والله انا قلت بدل ما ادخلو ايديا فاضية وانا جاي من البزار كده اجيب لكل واحدة فيكو ايديا خد يا حمادي السلام دا انت عمرك ما عملتها اول مرة اتعملها يعني فك كيسك اه مش اخر مرة خلي بالي كل يوم من دا بتعيش ويجيب يا حبيبي اه دي المجايب ولا بلاش مش شوكولاتة وبرنامج انتخابي اه بالنسبة اللي ماما وبالنسبة اللحماتي العزيزة اوعدكم السنة دي ان شاء الله هتطلعكو عمرك 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 مين ان شاء الله انت تلاقي تاكل يا ابني ربنا نخليك يا حبيبي وانا هناك هدعيلك والله وانا كمان هدعيلك وهجيبلك بخور بالنسبة لك ربنا خليك بالنسبة لك انت بقى يا سناء انا هتفعلك مؤدم عربية جديدة وانت تدفع لقصات بعد كده للبن دا حلم حياتي عادل حلم حياتي اني بقى عندي عربية انت يا بنت انت هتصدقيه يا بنت ده ما قوش فلوسي جيب لك عربية فول حتى هاي هجيب لها عربية فول اوتوماتيك بنسبالك انت كمان بقى يا نجلاء هتطلعي رحلات مثلا تلات اربع رحلات كل شهر بالاضافة ان مصروفك هزوده زيادة مبالغ فيها اسمع كلامك يا صدقك اشوف مصروفك استعجب خلاص دحك عليكم صدقتكم وريلتكم يا بنتي يا سناء الحياة مش فلوسه بس يا سناء فعلا فلوس وعربية فول اوتوماتيك فول اوتوماتيك رانيا 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 مع الصمت 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 التزمونا الصمت تسميت تسميت قالو 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 فراشة الحاج رامزي تقدم الان بداية تجارب ولما هنقول انتخبوا مين هتنتخبوا طبعا دولا دولا رجل البيت ورجل البزار الرجل الشام الرجل الشام دولا حبيبي ايه عادل 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 أصمت 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 ولما هنقول رانيا يعني الجمال يعني الشهامة يعني الست لما تبقى بميت راجل رانيا 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 يا ابني اخلص يا ابني اخلص يا ابني روح لم بسرعة الأصوات وتكرع الله ما شادول أخام أنا واسق من الانتخابات واسق من كل حاجة تكردت على الله ما شادول دلوقت يا جماعة انا ريحت ضميري ريحوا بقى ضميركم انتو كمان يا الله رايحتي ضميركي يا بوشين انت عندك ضمير انت مع من فيهم؟ يا نقنو انا مع اللي يكسب طبعاً انا بشجع اللابة الحلوة يا حبيبة قلبي تفس عليك حدا يا ترى يا ترى احنا عملنا اللي علينا رانيا يا رانيا يا رانيا دولة رانيا دولة والان 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 نبدأ في فرز الأصوات ايوه يا رانيا رانيا دولة يا ابني انتو كلكوا واهمين اما كده كده كسبان افرز يعني افرز اه الورقة الاولى انا شايف في عينكم الدهشة والانتظار الورقة الاولى مكتوب فيها عادي اه اشكركم يا جماعة لثقاتكم الكبيرة دي ويدا طبعاً كان منتظر وده يعتبر اول شعاع من اشعة شمس النجاع اه ودلوقتي يبقى واحد سفر النتيجة واحد سفر هنفرز الورقة التانية يا ترى يا هل ترى يا هل ترى يا هل ترى اه رانيا انا قلتلكم انا قلتلكم انا قلتلكم انا قلتلكم يا جماعة الوضح ان شمس النجاح فالساعة يا عادل والسماء بتمتر جحيم لسه بقيت الانتخابات ولسه بقيت الاصوات تفرز يا رانيا دلوقتي يا جماعة ما تنسوش النتيجة واحد 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 ودلوقتي هيبقى اثنين واحد يا ترى المين يا ترى المين العادل العادل عادل عادل الامل هو اللي ادى صوت رانيا 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 الله سلام بس كده اتنين اتنين كده اتنين اتنين هنعمل ايه دلوقتي كده اتنين اتنين مش عارف وما فيش ورقة داخلها مش عارف ليه ده ادى زلمة ده لا باستي لاسا يا جماعة انا كده ما فيش قدامنا غير ان احنا نعمل ضربة الجزاء وطبعاً لو عملنا ضربات جزائق عمونس بالله يقفة ممكن هينصفها يا يا ده جوزة هتعمل هي يا فالح يا شاطر يا عدل لعلمك هدايا ما برجعش ما انت ما عندي كيش مشكلة يا سناء يا اخوانا يا اخوانا احنا لو عملنا الانتخابات دي عشرمائة الف مرة النتيجة هتطلعها هي هي عشان واضح جداً ان كل واحد بينتخب اللي بيخصه ماشي ماشي مدان كل واحد بينتخب اللي يخصه هتيني بقى الساعة اللي انا دي تلك عماتي لا جميع يا بابا لا وبعدين البت السناء جي قالت انه فيش اي هدايا هترجع وبعدين بقى فيه الاهم من كل الحاجات جي اهم صوت اهم صوت في البيت ايه هو بقى ان شاء الله ياسمين انتو نسين يا سمين ياسمين جي اهم صوت موجود في البيت وهي اللي حتقرر مين فيهم اللي هيكسب ايه رأيك يا سمين يا جميلة في الهداة كتيرة جداً اللي باباكي جابها لك حلوة قوي يا بابا مرسي بس بصراحة يا بابا انت اول مرة تعملها معي وتجيب لي اللعبة دي كلها اه يا حبيبتي عشان النهاردة عيد الطفل ربنا خليه لك بابا يا حبيبتي بقولك ايه اسمعي كلام بابا لا 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 يا سمين دي جميلة وشطرة جداً وأمورة جداً وبتسمع كلام بابا جداً وانما سمعتش بالزوء حتسمع بالعرف يا بابا انا مش فرحي بص يا حبيبتي انا افهمك عارفة عامو رمزي الغبي؟ طبعاً عامو رمزي الغبي ده بقى هيجيب لك ورقة كده هو صغير كده هو عشان تكتبي عليه حاجة هتكتبي بابا اوعي تكتبي ماما بابا مش ماما هتكتبي ايه؟ بابا مش ماما لا ما تكتبيش مش ماما اكتبي بابا بس حاضر يا بابا هكتب بابا بس صورتي يا الله صورتي مامي جابتلك حاجات جمدة جداً موت هدوم تحفة كلها لكي برسي يا مامي يا ربنا خليك ليه انتي بابا بسي بابا جاب لي اللعب حلو ازاي بسي العروسة والحاجات والمسدس بسي المسدس بسي ايه اسمي الهاب اللي انتي بيجيب اللعب دي الهدوم اللي انا جيب لك ماني ايه ده ايه ده جابلك مسدس ده عبيد ده والا ايه ده عايزك تطلعي مجرمة والثالث قطرة ايه العبط ده؟ هرمي يا شيخة في الزبالة بلاش قرر بص يا ماما اللعب حلو وعجبين اللي ازا وقلا كنتي عايزة اخذيهم لا يا حبيبتي مامي اصدعني في فرق كبير قوي ما بينها وما بين بابا بابا جايب لك شوية لعب ولعب خردة انما مامي بقى الحلوة دي جايب لك لبس ولبس من الغالي كمان ايه يا حبيبتي بقى مش معقول ياسمين فهمنا انا كل الحاجات دي وعاربة كويس قوي الفرق بين اللعب البلاستيك السكة دي والفساتين الحلوة الكاميلة اللي حاجبين امر بيها ماما بص يا ماما انا اعرف ان اللعب حلوة واللبسة حالة بص يا قطة بشوتي بتحبي مامي حبيبة قلبك وبتسمعي كلامي ولا اقولك عليه تعاملين انت عارفة عامو رمزي؟ اه عامو رمزي الغبي الزفت ايه ده رمزي اشتعل ولا ايه ما علينا عامو رمزي الزفت ده لما هيديكي ورع ويقولك اكتبي فيها هتكتبي مامي مش بابي مامي مش بابي مامي وبس الو 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 تست مات ولا 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 اخلص من شغل الموالد ده وروح لم الاسوات اتك يا الله ايه دولة يعني مش هتسيبنا دولة اقول الكلمتين اللي وقفين في الزور يا دولة بالعكس سيبهم وقفين في الزورك عشان نخلص منك يلا 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 حاضر يا دولة مهم عارفين من الصبح ان يفي انت خبايا هونacc ياسمينه حبيبتي طبعا عارفة حتعملي ايه طبعا يهون تقلق قيش ياسمينة حبيبتي بابا اوعي تنسي بابا يعني اللعب يعني الهداياenas صبعا يهون تقلقش ماشا ياسمينة يا حبيبتي قلبي اهو اللي بارك إخلاص! إخلاص! هل تقول علشان بس إيه؟ يعني كده هو والآن مع الفرز الأول والأخير من الانتخابات الشرعية الورقة الأولى يا جماعة عادل يعني واحد سفر أدي أول ورقة التانية هنسحبها على طول بتقول فيها رانيا يعني واحد واحد يا رب المطشي عدي على أخير يا رب إن شاء الله الورقة التالتة 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 بتقول عادل يعني اتنين عادل 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 دولة حبيبي ورانيا يا جماعة رانيا يعني اتنين اتنين تاني اتنين اتنين الورقة بقى الأخيرة الورقة تي الفايصل والهرم هنقول فيها إيه ده بردك تعادل يا دولة ازاد مكتوب فيها بابا وماما ياسمين اصلا انا خوف تكتب بابا وماما تزعل وخوف تكتب ماما بابا يزعل وبعدين بحبوكنتو الاتنين فا كنتو كنتو الاتنين يقول يا سلام 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 يا س ألو؟ يا حمادي إيه الأخبار؟ إيه؟ رانية بتهرش؟ يعني أنا مش فهم، أنا أعمل إيه يا حمادي؟ ما تخليها تستحمى ولا؟ ما هي مقطوع يعني؟ بتهرش في راسها وفي ظهرها جامل مش طيلة ظهرها؟ طيب يا حمادي يعني أنا أعمل إيه يعني؟ دولة، خليها تهرش بعصاية المقاش؟ بس يلا، بس يلا بص يا حمادي، خليها تهرش بعصاية المقاش ولا، إجري روح نظف التمثال بتاع رمسيس إجري حمادي، عندك المصدرة بتاعت ياسمين التلاتين سنتي خليها تستعملها آآآ، اللي بتتني أختها خلاص بتهرش لها؟ طب، إنت عايزة مني إيه دلوقتي حمادي؟ يعني أجا أهرش معاك ولا إيه؟ إيه؟ عايزة دكتور؟ أوه، يا معادي يا ماما، يا ماما، يا ماما، تعملش في نفسك كده قومي استحمي أستحمي إيه؟ بسمك الموضوع أجوة من الحمام بكتير يا حبيبتي يا أمي مامي أرجوكي أنا في نار في جسمي هموت معلش حبيبتي بقى استحمي لي شوية عادي لكلم الدكتور والدكتور الزمانه الجاي يا بنت، إنت أول مرة يحصل لك الكلام ده من أعمالكم سلط عليكم يا شيخ الحرام عليكي بقى حتى ويا في الحالة دي بتشموتي فيها؟ بس يا بيتة يا مفعوصة أنت يا مقروضة ليه أخذينك حمام ولا استحمي ولا نضافي بعد ما تترمي هنا جنب أختك دكتور روصل يا جماعة، اتفضل يا دكتور خير يا جماعة، اتحملوا، ما تلقوش، ما فيش أي حاجة ايه دا؟ وريني كده؟ مش ممكن، ايه دا؟ وريني ايدي ايه دا؟ انت إزاي سكتة على نفس الكل ده؟ لا، ما حضريةكم السكتة دي عمالة تهرش من الصفر طب وأنتم إزاي مستحملين وقدرين تعودوا معها بالطريقة دي؟ وحضرتك إحنا اللي بنهرش ولا هي اللي بتهرش؟ هي اللي بتهرش فأي مستحملة بقى نفسها وخلاص ما تقول لنا يا دكتور فيه إيه بس؟ طب ماني من فضلك؟ ما تلقوش، هي عندها شوية سكابس سكابس؟ بيت يعني بها سكابس؟ يا حبيبتي يا مامتي، هو الحب دا؟ خلني أستحمل حالة الهرش الفوزيعة وأقومها؟ معنش يا دكتور حضرتك، أنا جاهل بس شوية، يعني إيه سكابس دا؟ سكابس يعني جرب يا حبيبتي، ما دا؟ ما دا؟ كنتم بيه أنت حرام عليك وإيه؟ طفدوني كده بساقة؟ أيهوة كده بني على حقيقتك، البضاعة زائفة بس يا صديق عيب، عيب، ما تستغليش الفرص وتقولي كلام فارغ زي كده عيب، ما يساحش، ما يساحش حضرتك جرب جرب يعني؟ أيوة جرب، جرب طفايلي ومعد كمان، الظاهر إنها اختلطت بحيوان كان عنده جرب وهو اللي نقلها المرض أكيد القطة اللي عالسلم اللي قلت لك ما تقرب الهاش دي برضو بتقربينها وتأكي ليها برضو يا رجل بالضبط كده يا أستاذ عادل، هو دا نوع من أنواع الجرب اسمه الجرب القطة عادل انا قلت لك من أول، أنا قلت لك العينة جي كلها جربانة، أنت صممت بناسبه دي أنت بسهات ما تتكلميش، راكرة لما جالك تانية وانت صغيرة فاكرة لا دا أنا كنت بقى حميها بالليفة كل يوم، دا وراسة عن أبوك الله يكحمه آآ بعدين بعدين، بعدين نتكلف في الموضوع دا يا مارك آآ يا دكتور حضرتك هتكتب إيه بالظبط؟ دي شوية مراهم كده وكريمات هتستعملهم لمدة أسبوع آآ قولنا بيا دكتور بس، قولنا بيا المراهم خالي راحتها تبقى حلوة شوية آآ يا ريت يا دكتور يبقى المرهم برئة الفل لو سمعت وحزابت اللي لفيها دي ما ينفعش خالص السخر يا واستفزاد المواقف خلاص أنا قاسف يا رني أنا قاسف كتبت يا دكتور؟ أيها بس أهم حاجة زي ما قلت لك لازم تكون معزولة عن كل أفراد الأسرة لان المرض دا معدي وخطير جداً يا حبيبتي يا ماما انا خليك كامل كثيرا ابادي انا سمعتني بكتور بيقول ايه مرتفاعلي يعني بيجي للاطفال وخصوصا للفسير اللي في سينك ابادي عنها خالص بوسيها ابادي عنها ابادي ما تقرب اللاهاش خالص اه منشكرين جدا يا دفتور الوداع الوداع والقول لها مع السلامة و passage عادل هاتبوسة عادل بوسة ايه الطلب اقريب عمرك ما طلبت من الطلب زي كدة اه موبايلات بقى يا رمي هاي اه يا بابا اه انت عارف يا لها رمزي طبعا عارف يعني انا بحبك قد ايه يا دولة بقى بتحبين ايه يا عم دي نقعد بقى لي ساعة قدامك كده وان حتى ما طلبت ليش كبات ما ساعة يا سلام اوي اوي يا رمزي اد انت بتعامي يا لها يعني اي حاجة انت عايزها انا اشريف شاي ونسيتك يعني بس ولا اهمك حتة اي واجي امورنا اصوز عاد اه لو صبحت يا حتة رمزي طبعا انت عارفه يا عم يا حبيب يا باشا طبعا اه عايزين لو بقى يا سيدة هنزبطوا النهاردة كباية ميا ساعة مش اكبرها ماشا وانا كباية شاي تانية يا غبدي امورنا باشا يا دي اللي انت عايزه يا لها تحب اطلب لك كباية ميا كمان لا لا يا دولة اصلا انا يا عم عامل لايت علشان انا حاسس ان وزني زاد كده هو يا يا اسمها رايت يا لها رايت لا يا عم امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم فارق بيلعب فوق.. على اساس انك ساحر يعني فارق ايه هاد اللي بيلعب فوق انك هتبتديها كده شكرين حتى وش يا بش داي مش شكرين تعارف يا رامزي الفارق بينك وبين ياسمين بنتي ايه؟ المخ طبعا المخ ليه؟ ياسمين عندها مخ انت اللي تعرف عن المخ ان هو بيتاكل بس يعني اه يا دول المخ ياه جوعتني يا دول يا جوعتني ولا حتى كبات مية بقى تانية عشان هموت مجوح انت هاد مش لسه بتقول عام الريت؟ لا يا دولة ده كان من زمان يا عم زمان ايه يا ابني ده جملتين فات ورجع للحوار ايه يا دولة بقى انت تقعد تعد عليا كلام يا دولة قولي بقى انت دلوقتي عايز ايه مني علشان انا سايب ردعة اله الطفولة على النار بصبه يا رامزي بصراحة يعني انا عايزك رانية جالها اسكبيس لا يا راجل الف مبروك يا دولة الف الف ده عايزة شرباتي يا عم دي عقبالي يا رب انت فرحان يا لا لا ان شاء الله هيجيلك هيجيلك اسكاربيس باذن الله اسكبيس اسمه الراجل الدكتور بيقول اسمه اسكبيس بس ده هاي القوي يا لا بص انا اللي عايزه منك انك انت تخدم رامية يعني التسعية هتشوف طلباتها هتشتري لها حاجات كده هو وبعدين هي لو اتبسطت منك هتديك شواء من الاسكبيس اللي عندهم وبعدين لو اتبسطت قوي ممكن تديك الاسكبيس كله يا لا لا والله انا حزينه الله يا دولة تب دولة انت ليه بقى يا معلم ما تخدمهاش انت صراحة يا عنا يا رامزي انا مش هقدر اخدمها لان انا خايف ما بحبش الاسكبيس ده يعني عارف مليش تقل عليه ليه يا دولة وايه لده ايه ده يعني الاسكبيس ده يعني حاجة يعني عارف عاملة زي الجرب يعني ان شاء الله يجي لده اه اللي هو اصدك الهرش اللي هو بتقود رانيا تهرش فيه ده ايوا هو ده وبعدين انا مش مشكلة انا ممكن اخدمها بس انا الخوف بقى لو جال الجرب ده يعني الاسكبيس ده اه ممكن اعنقل العدوى بقى للتماثيل اللي عندي هناك في البزار فتلاقي التماثيل كلها عندها اسكبيس هتقطع في بعض لا يا عم ايه ده دي تبقى مصيبة يا عم وكده هون بقى اذا عرف السبب كاتر العدد يا انت شغاليات في سوق الليمونيات كاتر العدد ايه المهمة عرفتها تعمل ايه بس يا لامزي هاعرف يا دولا خلاص انا هراعي مرات اكرانيا بس دلوقت يا دولا افرد بقى يا عم انا بقى جالي الجرب ده هو لا ما تقلقش الجرب عمره ما هيجي لك ليه دولا؟ الجرب في العادي بيجي لبني ادم مرتين بس في حياته كلها انت جالك اربع مرات قبل كده فستحالك لا على فكرة بقى جالي ست مرات بقى دولا لا يا راجل ده اخيره منبارح بالليه عم اتقرب منبارح بالليه طيب هتكرا على الله ليه دولا؟ اخيرا شرفت انت تأخرت حرام عليك قوي انت لسه فاكر انا هموت جوع سنة 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 الفاكهة جبتها لك هاي وكله تمام خلي تفضلي 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 سنة 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 ما تلمسيش الخشب ما تلمسيش الخشب عشان ممكن لو لمس الخشب اجا انا هلمسه بعد كده اتعادي اقول لك حاجة استني اخذي من الطبق كده على طول ماش ماشي اوكي سنة 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 ما تخديش من الطبق كده على طول لان ممكن ايديك يتلمس الطبق فممكن يتعادي كل ببقك على طول كل ببقك يا انا عايز اعرف دلوقتي انا هاكل ازاي عود الحرام عليك عادي يا راني هاكل ازاي القطط ببقك كده وانت عملك شفت قطة بتمسك العنب بتحكته كده ببقك لا ببقك ونزلي يا بس 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 مش عارف مش عارف ايكل زي القطط حرام عليك يا عاد الموت مش عايز ايكل يا عاد خلاص خلاص انا هاكلك هرا بطريقة تانية بصي هاكلك ايه ده سنة 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 ما تقلقيش ما تقلقيش هاكلك بطريقة الحاتف واخدبالك دي طريقة هاي لو مضمونة بس اهم حاجة ما تلمسيش ايه كا اديك يلا المش مش ها دي هتدخل في بقمين يلا المش مش ها يا المش مش ها افتحي بقط افتحي بقط يلا هقق وايه اتا ؟ طب ما تحدافني بقى سوداني ولا موز بالمرة اجيب ليك كل اللي انت عايزة الموز موجود والسوداني نبعت نجيبه وس اهم حاجة ماتقربش منها خالص يا راني يا عادل انا طقيب انا مش عادري اتعمل يا جماعة انا مش جربان وعلم عليقون الزيت من الحبزة لانا فيدي يا عادل عادل يا عادل يا عادل هااااaa تبصوا بقى يا جماعة أنا جمعتكم النهاردة عشان نتكلم في نظام المروري أللي هيتبع إن شاء الله في الفترى اللي جايه جوة الشقة هنا نظام مروري أيه يا ابني أنتا فاكر نفسك في ميدان التحرير اكتر يا ماما من مدان التحرير اللي انا بعمله ده يا جماعة حرصا علينا ان احنا ما ناخدش العدوى من اسمها ايه رانيا مراتي يعني فعشان كده انا حريص عليكو يا جماعة حريص عليكو الله يخليك يا ابني تسلامني بصي بقى يا ماما النزام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله الخطوط الحمرة دي هتبقى خاصة برانيا عشان تقدر تتنشى جوه الشقة براحتها توصل الحمام توصل المطبخ براحتها بالنسبة للخطوط الخضرة دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه الخط الاصفر ده بقى نجلاء هيبقى للطوارق والضيوف باذن الله انا بقى مش مقتنع بالهابة اللي انت بتقوله ده وحمشي في الشعق براحت وحبرطع تبرطعي انت بالذات بقى سناء هيتعملك حظر تجول بعد الساعة ستة بالليل ليه بقى ان شاء الله للحفاظ على البيئة ايه ماما عادل لو مسكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مرورية بس يفوشه المرادي بس يا عادل معقولة تقولي عراختك بيئة ماما انا ما مفتريش على حد يا ماما انا عملت دراسة كاملة لكل الناس اللي ساكنينه هنا وفي الشقة اكتشفت ان سناء محملة باثنين طن من المواد المشعة اللي تعتبر عبارة عن ياد اتنين كان بقرف اربعة زايد مقام مجنانيسي السيديوم زايد خصوات وحاجات عشان كده انا شايف ان هي سناء مواهية محملة بهذا الكم من الحاجات الملوسة للبيئة لو اصطدمت برانيا ممكن شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصليه في الشقة اه والله عندك حق ده الشقة ممكن تولع عشان كده انا بحاول احافظ عليكو يا ماما مرسي يا بيبي ربنا يخليك ليه يا ربي عملتني طريقة مخصوص ليه اروح واجي في مطرح ما انا عايزة في البيت يا حياتي اه انت عمل لك طريقة هايوي واحنا نتخنق بقى في الزحمة والاشارات اه براحتها حبيبتي بيعملي حسابك وينزلي بدري شوية انا على فترة دولة ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده هو بس احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه حالة الافتناق بس عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقاشين في بعض بس 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 الله يا عادل الله يا حبيبي الله بصراحة يعني الانظمة المرورية دي سمت من سمات الدول المتحذقة بس بقى يا عادل في بيك بروبلم انا مقدرش امشي من القودة بتاعتي لحد المطبخ من فضلك من فضلك اي نيد تاكسي اه لا يا حماتي من غير تاكسي ولا حاجة انا هعملك طريق خاص يطلع من قودتك على المطبخ دايريكت يا سلام تعمل لهي طريق طواري وتخل امك تلف من طريق البلكونة الدائري اه ماما اعملك ايه بس يا ماما حاولي مسلا تبعدي عن الموعيد بتاعت الشغل والمدارس بتاعت العيال هتمشي بسهولة قوي طيب بابا انا ازاي بقى يا بابا هالعن في الشقة برحتي ياسمين يا حبيبتي تقدري تلعب في الشقة برحتي خالص على الخطوط الخضرة بس ما تروحيش لينين ولا شمال اما هتخدي مخالفة يا ياسمين تاخد ايه تاخد مخالفة ياسمين بقولك ايه برطاعي وجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين وانا معاك يا حبيبتي سناء هدي السرعة شوية وبلاش رعونا حفاظا على الارواح اللي موجودة في الشقة بعد اذني انا عارف انت عامل فيلم العربي دا كله ليه عشان مراتك توصل بسرعة واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمة ونتعطل اه دلوقتي يا جماعة انا عايزكم وكلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل اه رمزي يلفلهم ماشا دولة انا كده تميلنا بقيت اليوفت وكله هيلتزم وانت تفضل ان هو واقف لمدة اسبوع اتفقنا؟ اتفقنا يا دولة نزل ايدك وبعدين يا رمزي وبعدين هنعمل ايه بقالنا اسبوع الغد دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن معلش يا دولة حبيبي واحدة واحدة كل حاجة بتيجي واحدة واحدة في التقن السلامة وفي العجلة الحمامة في العجلة الحمامة؟ والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصورة دي ده هي اللي مصبراني يا ابني العجلة الحمامة شكرا انا دولة شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلوبلي بقى شاي بحليط هو شاي سادة بس حتة يا حتة ايوة جيه اي سوز عادل امورنا باشا هتلينا يا سيدي اتنين شاي سادة حاضرة باشا سوز عادل انا عايز اقول لي ساعدتك على حاجة بقى من الاخر يعني ساعدتك كده بقى لك اسبوع شكلك يعني ايه في حاجة ضغطة على روعك المعدنية مشكلة مصيبة ايه هتعمل لي فيها دكتور نفساني مشكلة ايه ومصيبة ايه مفيش اي حاجة خالص الحتة في ايه سوز عادل من الاخر بقى انا عارف كل حاجة لباص سيحتي دي ده عمز الحد ماشي ماشي انا فكرة دولة والله العظيم انا ما قلتش غير للوات حتة بس ما انت قلت الحتة يعني قلت الكل الحتة ايه باشا فيق ايه باشا وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول لي حاجة عن حد خالص الحكاية دي بقى حصلت قبل كده الواحد صاحبي اسمه زينة ومززيناتي واخبال ساعتك ساكن في خمستاشر حرط المعاطف في الدور الارض اه لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجة على اي حد برفع علي ايه لا اهم حاجة السري بقى في بير طبعا بس البير واضح بايز ولا ايه ما طولش عليك بقى باشا اقول طول اخلص اخلص يا حتة ايوا حتة اخلص بقى اخلص وروحت لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا انا قلت شاي سادة استاذ عادل من الاخر الحل الوحيد في الموضوع بتاعها ساعتك ده العلاج بالاعشاب العشاب لا 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 اعشاب بقى ودهن الرجل الكاتكوت والكلام ده كل ده كل ده تخريف يا باشا صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده الوضع عشبة ده ده محترط وضع خبير خبير يعني اه ماشي ممكن نشوفه يعني مش هنخسر حاجة بس انا مش مؤمن بالحاجات دي بس يعني نجرب يعني يا باشا ساعتك بس يديني الموبايل كده وانا اكلمه لك وشوف ايه اللي هيحصل اه رمزي يديني الموبايل بتاعك عشان مريتي ما تطلعش عنده يعني انا مش مؤمن نص بالحاجات دي يعني حاضر يا دولة بس حاولني بقى الرصيد اخلص رصيد ايه سواء انا باشا وهتشوف الوضع هامري ده الوضع اسلملي عليه حاضر انت بتعرفو؟ لا اي دوبة خلاص مش عارف لك يردش ليه بهات ده ايه مفيش اه الو اه الو اه وانا عشبة انا حتة غلى يا لأ يا تحتة يا اه 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 في مصلحة كده اه في واحد عندنا محترم اوي اوي عندنا في القهوة انا ربنا خليك احضر بص من احسن الزباين اللي عندنا في القهوة يا حتة يا ده جيد اسمه الاستاذ عادل الشاعر عادل الشاعر اه 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 مراده باقى اجال اجارة واخبالك احنا عاوزين عليك يبني مراته جالها جارب جارب هي مش مراته اوي يعني ها ها هكلمك تاني انا عشب هكلمك تاني مش عارف يعني احنا نجرب عشبة ده بقى وخلاص يعني يا باشا يا باشا ده متخاصص صدقني والحاجات ده زي ما قلت لساعدتك قصره محدش يعرفه هقولك على حاجة عارف الولا كتة الودة كان جاله قراء انجليزة في دماغه واخبالك وعشبة تدخل في الموضوع ده الودة تفرج دي الودة بسم الله ما شاء الله شعره ده ده فاير ده فاير الله عقبال راني امراتك يا ربي ما تخف من الجارب اللي هي عندها دي هدونا امين امين يا رب العالمين انا مقصود من كنتم الاتنين صراحة يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني الاسرار يا باشا محدش عارف انا عشاجة خالص طيب اتكار الله بقى وابقى طلب لنا عشبة ده وادينه معاد ويجي للبيت ان شاء الله اهو شكله هو دولة حبيبي عايز ايه اه دولة هو شاءت الاساس عادل اللي مراته عندها لمواحظة جرب تم وظفت الطير رمزي معاك اهو لا ما انا لفيت على كل الشوء اللي جنبنا وسألتهم كلهم نفس السؤال بيتك فضحتني لففت على الشوء اللي كل ما يا غبي اه دولة بقى ما انا قلت اصيبه يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم اتعلم ايه وتهبب ايه اتفضل يا سيدي اتفضل عشوب عشبة ايه اللي عشاب واضح من كمية العشب اللي على الهدوم يعني انك عشبة طبعا على فكرة دول انا الراجل ده سألت عليه كويس او ولاقيته بقى فعلا بيعالج كل الامراض المستعصمة بسا قدرتك هي مش مستعصمة مستعصمة يعني هي شوية جرب بسيط نتيجة انها لعبت مع القطة اللي على السلم والقطة دي اصلا جربانة يعني اه كويس ان انت ورتولي ان السبب قطة يبقى العلاج ايه دهن الاطقوت مع عصارة نبات اللحت مع جزء من غصون التيتالون ومنعمل ايه بقى نحصر المرض في جتتها ومشفوته على طول تشفوت ايه من جتتها وانت بتطلع عفيت يا عم شوف مين يالا حاضرها دول هي المسألة ابسط من كده مين يالا رمز ايه انا ميدو دلكها اخصاء التدليق والمساجد ومساعدة عشبة ايها يا كابتن ايه اللي اخرك ده كله يا عم اخر ايه مش اشكال تأخيره ايه اللي انت جاي بيه ده ايه يا عم انت داخل ملعب من فضلك فين الشغل صوابع انت كلني الجولدن فنجر الجولدن فنجر بتاكلك صوابعك بتاكي يعني احنا ممكن نيجي الصبح اللي اصوابعك كلتك مبقيتش موجود يعني ولا ايه يا أستاذ عادل الكابتن لمؤاخزة دلكها عايز يتشوف شغله علشان لما انا هدهن الخلطة الصحرية بتاعتي على جسمها ام هو يدلكها جسمها هيزفلط وتبقى تماما ايوه ما هي دي شغلتي ميدو دلكها المدلك هاتي انت دلك ايها انت دلك ايها هدلكها انت دلك ولا 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 لا بقولك ايه ده انا اهل سعيدة ده انا اتباحك وهلا انت وهو ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده يا دول بقول اتباح وهو وهو لا يا دول انا مش قصدي ديا يعني ايه اهلك سعيدة دي ايوه لا اهل سعيدة انت بتعرفش اول مرة تعرف ولا ايه لا انا ايه طب وانا دول انت لا اهلك بالسعيدة ولا حاجة انت ما قلت ليش لي يا دول انت دايما بتخبع علي كده يا دولة يا لأ أنا أهل سعيدة إنت بقى أهلك مش معروفين لأ سعيدة ولا بحير بص يا ابني أنت نبت شيطاني طلعت الواحدة كده أنا نبت آه نبت وضع بره واخد دول بره معاك اضع بره يلا يلا يدلكها يلا عشبتها يلا أخي بيتها يلا بره ماشي ماشي نركز على العلاق بقى يا حبيبتي ألف 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 حمد الله على السلامة نا مريضة مراسي يا يا مامتي يا حبيبتي ربينا يخليك إلي هأحسن Ruby مف الموضوع عن اللحاضات العصيبة اللي مريت بيها عرفتني العدو من الحبيب يا مامي توصودية يا رانيا يا بنت سوفاء مำتكيش يس το اه افتكري الماضي مش بعيد لما كنت أكتلي بفرق بيديك إ خراسي إ خراسي إنتي كمان جر بنانا بس في الم отдых إ خراس إنتيufري لما بنتك عنها شاعتب يوق وبعدين وبعدين ايه 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 احنا بنحتفل بنحتفل ليه كده يا بابا احنا مش هنأكل الطرطة